إلى مهرجان كان السينمائي الدولي حيث طوج المخرج البريطاني جونيثان جليزر بالجائزة الكبرى للدورة السادسة والسعبين للمهرجان عن فيلمه The Zone of Interest كما فازت المخرجة الفرنسية جوانثان تريد بجائزة الصعفة الذهبية عن فيلمها عن ناتومي دون شوت في حفل اثثنائي مميز في مهرجان كان السينمائي الدولي توجد المخرج البريطاني جوانثان جليزر بالجائزة الكبرى للدورة السادسة والسبعين للمهرجان عن فيلمه The Zone of Interest كما فازت المخرجة الفرنسية جوستان تريد بجائزة الصعفة الذهبية في مهرجان كان عن فيلمها أناتومي دون شوت تشريح سقطة الذي يدور جزء كبير من أحداثه في قاعة محكمة وأصبحت تريد ثالث مخرجة تفوز بهذه الجائزة المرموكة حيث تعد جائزة الصعفة الذهبية المكافأة الأرفع في تاريخ كان وخلال الحفلة تم منح جائزة أفضل لممثل يابني كوجي ياكوشو عن دوره في فيلم Perfect Days وعلى صعيد التمثيل النسائي منحت جائزة أفضل ممثلة للتركية ميرفي ديزدار عن دورها في فيلم عن الأعشاب اليابسة وعن جائزة أفضل سيناريو فاز بها كاتب السيناريو الياباني يوغي ساكاموتو وعن جائزة لجنة التحكيم ذهبت إلى كاتب السيناريو المخرج الفنلندي أكي كاوريسمكي عن فيلم Valen Leves أما عن جائزة أفضل إخراق فذهبت المخرج الفرنسي الفيتنامي تران إنهانج عن فيلم La Passion du Doudan Bovan كما حاز فيلم الشجرة ذات الفراشات الذهبية للفيتنامي فعمتين على جائزة الكاميرا الذهبية